ذهبوا حجاجا على اجنحة الحنين لبيت الله الحرام فحلوا في مكة المكرمة مكرمين وحين ازمعوا العودة بعد اداء مناسك الحجة تقرصن الحوثيون على رواحلهم الجوية نحو 1300 حاج من صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين انتظروا لسنوات حتى ينفتح مطار صنعاء بشكل كامل بعد ان كان حكرا على رحلات الحوثيين وطائرات الامم المتحدة وما ان اعلنت الحكومة اليمنية مطار صنعاء ضمن مطارات التفويج الجوي للحجاج حتى هفت الارواح وتكلف كبار السن اثمان التذاكر ذهابا وايابا فاجسادهم المكتهلة لا تحملهم على مشاق البر الطويلة لا بد ان يعودوا لكن الحوثي اوصد الجو في طريق ايابهم من حيث ذهبوا وفي حضيرة القراصنة تربض الطائرات الناقلة لهم اية لعنة حلت باليمنيين وثلة حوثية ارهابية لا تغادر حقا من حقوقهم الا انتهكته حتى لو كان حق ضيوف الرحمن بالعودة جوا المدفوعة رسوما مسبقة انها جريمة حرب وحرابة ضد الانسانية وضد الشعيرة المقدسة نفسها اذ حولت الميليشيا سفر الحجيج الشيوخ الى قطعة من الجحيم وقد تسنى لهم الجو سليكا بموجب الهدنة واستطاعوا اليه سبيلا وهي اذا عملية ارهابية ما كان للحوثيين ان يحدثوها لو ان الحجاج اليمنيين ذهبوا الى النجف لا الى مكة المكرمة اشتركوا في القناة